يقول السائل الشيخ مريض يصلي مستلقياً ولا يستطيع أن يستقبل القبلة وأريد أن أصلي به إماماً كيف تكون مصافتي له؟ على حسب حاله يصلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة إذا كان يعجز عن استقبال القبلة يسقط عنه ذلك وتجيه صلاته ولا مانع أن تصلي أنت إلى القبلة وهو يصلي معك على حسب حاله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها الحمد لله